استخدم قوة الصبر هقولك بصدق يعني في ناس بيطلبوا من ربنا وفي ناس فعلا بيصلوا بصدق بس بيتحولوا عن الطلب بتاحهم لما بيتأخر احنا عندنا مبدأ ادم يا رب اتأخرت يبا انت مش عايز مين قالك مين قالك انه لما اتأخر يبا مش عايز مين قالك كده احنا مشكلتنا ان اول ما يتأخر خلاص يبا انت يا رب مش عايز تستجيب لكن ده مش كلام الكتاب لان كلام الكتاب بيقول كده في حبقوق انت وانت تعمل ايه فانتظرها ليه هتيجي صدقني هتيجي لانها ستاتي تينا في لحظة في لحظة تيجي دي ثقة وإيمان عايزة صبر ما انا بقولك استخدم قوة الصبر وقولك لما الناس بيبتدوا سبق بيبعداتهم كتير قوي في بداية السباق عدد كبير قوي بيبقى واقف لكن تعال كده عند خط النهاية ما بيبوش كلهم صح؟ قليلين اللي بيبصل لقاط النهاية احنا كده ما عندناش صبر خط البداية كلنا واشتياقات وكلم الرب اتأخر الرب خلاص بقى رب مش هكمل فمن يصبر الى المنتهى فهذا يخلص يعني ايه صبر صبر قوة التحمل قوة السبات قوة إصرار انا مصر طب ليه مش جيش صليت وخلاص وعملت اللي عليك وارب اذا كنت عايز تديني هتديني يا رب مش عايز تديني ما خلاص عايز تشفيني مش عايز تشفيني خلاص ديني صليت يبا انت مش عايز رب مش عايز كده قوة استخدم يعني ايه قوة السب انا عندي إصرار قال ايه كتاب علي عقوب وصرعه إنسان حتى ايه طلوح الفجر الله طب ليه كل ده عايز اشوفك عايز اشوفك انت متمسك بالبركة دي انت متمسك بالنعمة دي بص انا عدت احارب طول اليوم والحد الليل ما كفاية بقى ما لو كنت هتيجي رب هتيجي قالك لا لا اطلقك ان لم تباركني انا مش هسيبك بص اتأخر لا هقعد معاك رب للصبح انا هقعد قدامك مش هسيبك إلا لما تباركني الاصرار على النجاح حقيقة ان احنا مرات بتزعجنا البدايات السيئة او البدايات الصعبة ما تقلقش لما تكون البداية سيئة او البداية صعبة بتخليش ده يقلقك ما تخليش ده يحسسك انه لا كده من اولها حياة الروحية عايزة ناس عندهم اصرار عايزين ناس يقدروا قيمة النعمة انا مش هسيبك رب استخدم قوة الصب فاكرين المرأة اللي راحت للقاضي الظالم خصة معروفة كابتقول له ايه انصفني من خصمي انا يعني حاسة ان هي مظلومة يعني بقول ان القاضي ده هو بقول عن الكتاب انه قاضي رغم انه قاضي ظالم يعني قالك بس لاجل ان هذه المرأة تأتي وتزعجني انصفها يا سلام ايوة عايزة يقول ايه يعني عايزة يقول انا ماسك في حقي ايش تسيبه انا ماسك فيك يا رب انا لما بطلب حاجة انا ماسك فيها عندك تمسك بالعطية استخدم قوة الصبر يعني ايه عايزة اقول لك الصدق يعني مرات انت محتاج تتقبل بعض الظروف الصعبة مؤقتا ما نقول لك استخدم قوة الصبر حتى يأتي الاوان والرب يفتح الباب ممكن يكون الباب مقفول بس ده ما يقسكش ما يزعجكش انا عارف واسق كويس قوي ومتأكد ان كل اللي انا بعمله بتعمل خير كتير والباب يتقفل قدامك وبتعمل خير كتير وما بتلاقيش مقابل ما تقلقش لا نفشل في عمل الخير لان انا بيقول كده الكتاب سنحصد فيه فين في وقتي ان كنا لانا كل عباقي عايزة اقول لك حاجة مهمة مشغول بها قوي كلنا بنسمع ما انا بقول لك الرسالة دي استخدم قوة الصبر كلنا بنسمع كلمة الرب واول ما جنفس كلمة الرب لا النتيجة مش زي ما انا سمعتها في العظة ما انا بعمل زي ما بقولك كتاب انا بنفس كلمة الرب بس المقابل مش اللي انا متوقعه ما تقلقش الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها اسمعوا بتقولي الكلمة في قلب جيد ويسمرون بايه بالصبر يسمرون بالصبر استخدم قوة الصبر ترجمة نانسي قنقر